178. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فرحان العنزي فنرحب بكم ابتداء وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا بارك الله فيك لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحقيقة يا شيخي كلما قرأنا في سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كلما انبهرنا بسيرة هذا الإمام العظيم الكبير وحقيقة يعني مهما تكلمنا عنه لم نوفيه حق ولم نعطيه قدره رضي الله عنه وكما يقال وكما تذكر أنت دائما جزاك الله خير في وصف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة مثل أبي بكر ومثل عمر رضي الله عنهما بأنهما كالشجرة الطيبة ثمارها يانعة إذا أردت أن تقتطف شيئا من هذه الشجرة تحتار بأيهما تبدأ لأن كل ما في صفات هؤلاء العظماء كله مفيد وكله جميل وطيب شيخي بارك الله فيك من الأشياء التي شدت انتباهي فيما يتعلق باهتمام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالعلم والدعاء وكيف كان رضي الله عنه يعطي العلماء وهو أعلم تقريبا من كان في عصره ومع ذلك رضي الله عنه كان يعطي لمن هو دونه من التبديل والتقدير الشيء العظيم شيخي بارك الله فيك لو حدثتنا عن منقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من اهتمامه بالعلم والعلماء أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فقضية العلم في الإسلام قضية من أهم القضايا وأستطيع التعبير بأن العلم هو العمود الفقري لهذه الأمة بل هي القاعدة الأساس ذلك أن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة وفي هذه الأمة هي في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فدين الإسلام دين العلم ولذلك بعث الله جل وعلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وامتن عليه بالعلم حيث قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة نعم والعلم في واقع الأمر هو الأساس لكل خير ولأجل هذا تكاثرت نصوص القرآن والسنة في بيان فضل العلم وفي بيان منزلته وفي بيان محبة الله جل وعلا للعلم وللعلماء يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ويقول عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل إن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستزيد من شيء مثل العلم كما قال عز وجل وقل ربي زدني علمه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وفي الواقع أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضرب بحظ وافر في قضية العلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بذلك حينما رأى رؤيا في المنام بأن رأى أن عمر يجر ثيابه فسر ذلك بالدين ولما رأى أن اللبن يخرج من أظفاره فسر ذلك بالعلم هذه إشارة إلى وبشارة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه مستودع علم وهكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرفنا شيخي بارك الله فيك لا فرق بين العلم وبين الدين كلهما واحد لا شك لكن أحيانا قد يكون الإنسان عابدا ولكنه غير عالم غير عالم كل عالم عابد وليس كل عابد عالم هذا هي القاعدة صحيح يجع في كثير من القضائي وكذلك في حيات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما تول الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أولى جانب العلم اهتماما كبيرا وفرغا كثيرا من الصحابة إلى قضية الفتية والقضاء بل إنه لم يسمح رضي الله تعالى عنه أرضاه لأكابر الصحابة المشهورين بالفتية والمشهورين بمتانة العلم أن ينتقلوا من المدينة ذلك أن المدينة هي مركز الخلافة وهي عاصمة الخلافة فأحب عمر أن تبقى هذه المدينة النبوية على صاحب أخضر الصلاة والسلام منارة للعلم وأيضا مرجع للمسلمين في جميع أقطار الأرض أن تكون مرجعا لهم في النوازل والحوادث التي تجري في بلادهم شيخ بارك الله فيك ومما يدل على اهتمام عمر بن خطاب رضي الله عنه بالعلم وأهله تلك الكلمات المأثورة الجميلة عنه في مسألة أهمية طلب العلم ومنزلة صاحبه صحيح لذلك كما يقولون القاعدة كل ينفق مما عنده يعني كل ينفق من كيسه فعمر رضي الله عنه أرضاه لكون العلم يعني سرى في نفسه سريان الدم في العروق لكون العلم أخذ في الحقيقة مساحة كبيرة من قلبي وصدري وفكري عمر رضي الله عنه أرضاه شيء طبيعي أن يصدر منه كلمات في الحث على العلم والترغيب فيه وبيان منزلته يعني مثل كل كما قلت ينفق مما عنده فالتاجر دائما يتحدث في التجارة ومالتجارة وكذلك المحترف في صناعة أو مهنة معينة لكن عمر رضي الله عنه مما يدل على محبته للعلم والعلمة لأنه ذاق طعم وحلاوة العلم كانت له كلمات غاية فالربع والجمال في الحث على العلم والتزود منه وإكرام أهله ومما يؤثر عنه أنه قال إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال اتهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارق مجالس العلمة عمر رضي الله عنه وأرضاه يحث على مجالسة العلماء وعلى الحضور في حلقهم وعلى الأخذ من معين علمهم والتأدب بآدابهم صحيح وأيضا يقول رضي الله عنه وأرضاه لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يأخذ على عمله أجرا وهذه لا شك أن كل كلمة تحتاج منه إلى وقفات فالعالم الحقيقي هو الذي يكنس الذنوب من صدره ولا يبقي للحسد ولا للحقد ولا للكراهية مكانا ومحلا في صدره وقلبه هذا هو العالم فلا يحسد من فوقه وإنما يتمنى أن يكون مثل مرتبته ومنزلته ويغبطه على ذلك حتى لو أعلى عنه غبطة دون حسد صحيح ولا يحقر من دونه إذا ينظر إلى من هو دونه نظر احتقار وازدراء صحيح لأن من الناس من إذا وصل مرتبة من مراتب العلم وحصل شهادة أخذه الغرور والعجب هذا الدفين فبدأ ينظر إلى الناس نظر احتقار وازدراء والله جل وعلا يقول وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم صحيح يعني الإنسان لا يولد أحد عالما كما قال عز وجل في آيات جاءت تبين أن الإنسان يولد جاهلا يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله أكبر وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخر الآيات نعم وامتنع على النبي فقال وعلمك ما لم تكن تعلم صحيح والملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فبعض الناس وللأسف الشديد قد ينسى نفسهم فهو ولد جاهلا ثم ترقى في مدارج العلم نعم ومراتبه وأصبح حتى إذا جاءه الشخص البسيط أو نظر إلى العاصي نظر ازدراء واحتقار وتنقص ورأى نفسه رأى نفسه ولذلك ينظر إلى هؤلاء الجهل حتى إذا يعني ناقشه أحد أو ناظره أو أخذ معه في الكلام نعم أخذا وردا ربما أنفلتت من عذبة لسانه كلمة تشير إلى الاحتقار والكبر والعياذ بالله عنده وهو كما قال عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كنت جاهلا فعلمك الله تعالى فعلمك الله جل وعلا أفونا شيخ حقيقة يعني بعضهم يعني مثل يعني يعبر عنهم أو يعبر عن نفسه بقوله أتعرف من أنا نعم وهذا والعياذ بالله هل تعرف مع من تتكلم وهذا العجب والعياذ بالله هذا العجب صحيح ولذلك أحيانا بعض العلماء حينما تورد عليها دليل يخالف الفتوى التي عنده يسلم ويقف هلاء العلماء الصالحون نعم الربانيون نعم فيحصل عنده من العجب والغرور الذي قد يرد فيه النصوص الشرعية فيهلك في واقع الأمر صحيح الجمهور العلماء والغرور مسألة خلافية بين أهل العلم نعم لكن في الحقيقة يعني هي المسألة تحتاج إلى ترتيب أصل الإنسان اللي يأخذ مثلا الذي يعمل عمل ديني لا يأخذ أجرى مقابل هذا العمل نعم العلم الذي يخرجه من نفسه لا لا أنت الآن لما تحفظ القرآن وتعطى مكافأة لا تأخذ المكافأة لأنك علمت القرآن مقابل القرآن هذا لا يجوز ولا كما قال النبي سلم لما جاء في حديث أبيو في حديث أبي قتادة نعم لما أهدي علم رجلا علم رجل القرآن فأعطاه قوس فقال قوس من نار وقال في حديث عثمان بن العصقى واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ولذلك أشد الناس كان في هذا مالك رحيمه الله تعالى وكان ينهى عن ذلك فلما قيل له بأن هذا سبب فراغ في الوظائف الدينية أذن بذلك والعلم نبه على أن الذي يأخذه في مقابل الوقت الذي يفرغه لا في مقابل العلم الذي صرفه أو أده لأن هذا لا قيمة له العلم لا قيمة له إنما الثواب من الله جل وعلا أكيد لكن عفونا يا شيخي بارك الله فيك دعني هنا يعني أذكر لك يعني ربما يعني دليل يستجل به الآخرون إن صح التعبير قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري لما أخذ أجرا على الرقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا يسميه العلم الجعل قالوا جعل لأنه قالوا لا نعالجكم إلا بجعلين باشترط عليهم شيء من الغنم وهذا يسمى جعل عنده العلم هذا مما لا بأس به لكن عفونا شيخي كما يقال يعني أعلم بذلك في علم الأصول أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب اللفظ كان عاما لكن هذا من باب ليس هو تعليم هذا يسمى علاج صحيح هذا التداوي ومعلوم بأن التداوي سواء بالرقية أو بالعلاج الطبيعي أمر مشروع تأخذ عليه يعني هذه ليست مسألتنا ولذلك بعض الناس يخلط بين هذه وبين مسألة القرب هذه مسألة يسمى عند أهل العلم وأهل الفقه الجعل أو الجعل يعني الخلاف في اللفظة لكن المقصود بأنه هي مسألة تداوي وتطبب فأخذ الأجرا على التطبب لا على حتى قضية لم يشترط الشفاء يعني لذلك الآن لو جئت طبيب وقلت له أريد أن أتعالج عندك بشرط الشفاء لا يجوز لا يجوز صحيح لأن التطبب علي الدواء والتشخيص والنظر في حال المرض على كل حالة شيخ بارك رفيك هو المسألة تحتاج إلى بحث أوسع حتى لا يشكل على المجتمع هي الأصل المنع الأصل المنع فجوز الفقه خاصة المتأخرون جوزوا أخذ الأجرا على القرب للمصلح الراجح للمصلح الراجح صحيح لكن يجب على كل من مارس وظيفة دينية مثل القضاء ومثل الدعوة والاحتساب وتحفيظ القرآن وتعليم الحديث وتعليم الفقه إذا أخذ شيء لا يجوز له أن يعتقد بأنه أخذ هذا الشيء مقابل التعليم وإنما أخذه مقابل الوقت التفريخ صحيح لو لم يعطى لترك العلم وذهب يكتسف في السوق لأجل ذريتي شيء طبيعي صحيح طيب يا شيخي بارك الله فيك نعود إلى كلام عمر بن خطاب رضي الله عنه وحسه على طلب العلم هل هناك أقوال أخرى أثرة عمر رضي الله عنه في ذلك الأقوال كثيرة شيخ رضبي بما يتعلق بالعلم عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهي يعني تمثل في الحقيقة أصول لمن يتكلم في الحث على العلم والحث على التعلم والحث على يعني سلوك طريق العلمة من ذلك قوله رضي الله تعالى عنه أرضاه تفقه قبل أن تسودوا أي تصير سادث قومكم فتمنعكم الآن فتمن التعلم فتعيش جهالا انظر إلى فقه عمر وبعد نظره يقول تعلموا قبل أن تسودوا يعني قبل أن تصبحوا متبوعين قبل أن تصبحوا أكابر في قومكم قبل أن تصبحوا أصحاب وجاها أصحاب مناصب نعم بعد ذلك إذا لم يكن عندكم حصيلة علمية ومعرفية ستكون جهال في واقع الأمر لأن هذه المكانة وهذه المنزلة ستمنعكم إما يعني بسبب اشتغالكم بالحياة وبسبب انشغالكم مع الناس وكذا من التعلن فيصبح الإنسان جاهل وهذه دعوة إلى أن يتفقه الإنسان منذ الصغر وأن يعني يأخذ طريق العلم منذ نعومة أظفاره شيخ بارك الله فيك وكأن عمر كما يقال يتكلم سبحان الله يعني انصح التعبير بنور الله لأن حقيقة يا شيخي فعلا الإنسان ونظر في الواقع لو وجد أن كثير من أصحاب المناصب يمتنعون عن مسألة التعلم صحيح منهم تأخذ من أنفه أنه ينزل ويجلس عنده كما يقال عند ركب العلماء من أجل أن يتعلم فيظل جاهلا صدق حتى وإن كان عفونا يا شيخي بارك الله فيك عالم بعلوم الدنيا هو كلامك يتكلم عن علوم الشرع العلوم الشرعية نعم التي بها يعني تصح العبادات العبادات والحلل والحرام صحيح نعم بل إن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة محبته للعلم وحثه عليه قال للناس العلم إن لم ينفعك لم يضرك صحيح وهو دعوة إلى أن الناس ينبغي كلهم أن يتعلموا فالعلم كله خير وبركاته كثيرة وعوائده أثيرة وخيراته متتالية ولذلك كلمته العجيبة يقول العلم إن لم ينفعك لم يضرك وهذا واقع بل العلم ينفع ولا يضر العلم دائما ينفع ولا يضر ومن أقواله الجميلة في بيان فضل العلماء يقول موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه سبحانه هذا لا شك أنه نظر البصير والخبير بحال الأمة ولذلك عنده عالم واحد عن ألف عابد فالعابد لماذا؟ لأن العابد نفعه مقتصر على ذاته على نفسه صحيح فهو لا يحسن تعليم الناس وإنما هو في نفسه في نفسه فقط يقوم الليل وصيوم النهار ولكن العالم العالم العابد المتقي لربه جل وعلا هو كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا فخيره عميم وبركته واسعة وفضله جزيل على الناس ولأجل هذا كانت رتبة العلماء أفضل من رتبة العباد بل بين العباد وبين العلماء وبين العباد كما بين السماء والأرض نعم وهذه دعوة إلى أن يكثر الناس من التعلم والتفقه وهذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك إذا تزاحمت نوافل العبادة مع العلم يقدم العلم على نوافل العبادة كما هو المتقرر عند أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل والنظر ولا شك أن هذا هو الذي تقتضيه نصوص الشريعة أيضا من أقواله رضي الله تعالى عنه أرضا في حثه على العلم نعم يقول كونوا أوعية الكتاب ويا نابيع العلم وسألوا الله رزق يوم بيوم ولا يضركم ألا يكثر لكم يعني من أمور الدنيا لكن عليكم بالاستزادة من العلم أيضا من أقواله الجليلة والجميلة والرائعة يقول تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم وتواضعوا لمن علمتموه العلم ولا تكونوا من جبابرة العلم فلا يقوم علمكم بجهلكم الله أكبر هذه الكلمات في الواقع تمثل يعني في الحقيقة ضبط لمسار العلم في سيرهم وفي طريقتهم وفي تأديتهم للعلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الوقار والسكينة مع العلم الأدب في تلازم نعم تواضعوا لمن تعلمتم منه العلم وتواضعوا لمن علمتموه العلم الله أكبر يعني ليس بالضرورة لا يكون أبدا أن العالم يطلب من الناس أن يتواضعوا له ولا يتواضع لهم وكأنه يعيش في برج عاجي أو يعيش في قمة جبل بل عليه هو أن يتواضع لمن علمه بل أنا أجزم أن أغلب العلماء يستفيدوا من طلابه ولولا هؤلاء الطلاب لم استفادوا يعني أحيانا العالم حينما يسأل عن مسألة ما يسأل أو أن الناس يشجعونه على أن يضع درسا أو يضع كتابا أو كذا فهم يعينونه على التحضير والقراءة والبحث وغير ذلك فلهم فضل عليه أيضا ولذلك يتواضع معهم والتواضع معهم يكون بالسؤال عنهم وبيعني النظر في حالهم وأيضا بالتقرب منهم وحل مشاكلهم وأيضا إعطاء فسحة من الزمن لهم ليسألوه وليأخذوا منه العلم ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوموا علمكم بجهلكم يوجد من العلماء جبابرة وهؤلاء الذين يعيشون في أبراج عاجية نعم يعيشون في أبراج عاجية ولا ينظرون إلى الآخرين وإنما يعني عندهم شيء من العجب والغرور والاحتقار والازدراء وهؤلاء قليل أنا أقول يعني إن شاء الله أنهم قليل لأن سبحان الله نردو ذلك نعم من تأدب بأدب الكتاب والسنة ونظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلاة والسلام لا شك أنه سيؤثر فيه وإن طال الزمان أكيد وأيضا مما يعني يدلنا على على اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه بالعلم وبالعلماء تحذيره رضي الله تعالى عنه من اتباع زلة العلماء فهو كثيرا ما ينبه العلماء إلى الحرص على اتباع الكتاب والسنة والحذر من الأخذ بالذوق والرأي والهوى بعيدا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن العالم لما كان محل للاتباع فإن زلته من أخطر الزلات ولذلك يقول عمر رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون فالعالم بزلته يزول العالم فالعالم قد يزول ويفسد إذا زل العالم ولذلك يتنبه العالم لنفسه ويحذر ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا والله تعالى سائله وهؤلاء الذين وجه إليهم القول والخطاب والفتوى سيتعلقون برقبته أمام الله جل وعلا ولذلك ابن عمر لما سأله رجل قال لا أعلم قال وأنت ابن عمر قال تريدون أن تجعلون جسورا تعبرون على جهنم على ظهورنا الله أكبر كانوا يخافون ويفرون وإذا يقول كان الوحب يفر من الفتوى نعم بعض السلف يقول إذا جاءك السائل فسألك فلا تجيب حتى تتخيل موقفك يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فهذا الشعور وهذا الإحساس وهذه التربية لا شك أورثت جيل من أعظم الأجيال الذين اعتنوا بالعلم وكانوا من أكثر الناس احتياطا للناس وكانوا يخافون الله جل وعلا فلا يفتون بهوى ولا يفتون بقياس فاسد ولا بذوق وإنما يتحرون الصحة فيما يقولون دليلهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم شيخي بارك الله فيك لا شك أن ما ذكرته من سيرة عمر بن خطاب رضي الله عنه في هذا الباب عظيم جدا وإن كنا شيخي بارك الله فيك نأتي بهذا الموضوع بكامله لأن الوقت عندنا قد ضاق علينا نكمل إن شاء الله تعالى إخواني المستمعين بقية هذا الموضوع في الحلقة القادمة فإلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات محدثكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته